أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن النادي الأهلي بشكل خاص والاستعداد بالنسبة للمرحلة القادمة أبرز خبر وأهم خبر عندي في هذه اللحظات النهاردة الضهر كان في اجتماع مهم جدا لشركة الأهلي لكرة القدم بالنسبة للمرحلة اللي جاية زي ما احنا عارفين الفترة السابقة كانت اتخذ عدد من القرارات بخصوص تشكيل العديد من الشركات اللي تخص القطاعات الرياضية داخل النادي الأهلي شركة الخدمات الرياضية شركة المنشآت الرياضية النهاردة كان في اجتماع بخصوص شركة الأهلي لكرة القدم واجتماع بحضور طبعا الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس دارة النادي الأهلي مع شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة طبعا الأستاذ ياسين منصور وكمان المهندس مصطفى مراد فهمي نائب رئيس الشركة وكان بحضور أيضا الدكتور سعد شلبي القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي والأستاذ عمر شهين اجتماع كان مهم جدا خلاص النادي الأهلي رايح في إطار مرحلة تانية خالص بعيدا بقى عن كل الفترات السابقة لأن النادي الأهلي دائما بيتكلم في الاستثمار بيتكلم ازاي يستغل لكرة القدم قصناعة مهم جدا كموارد مالية أولا في تحقيق البطولات ثانيا الشعبية الجمهرية الكبيرة للنادي الأهلي وسالسا كمان الناحية الاستثمارية بدنكم على شاشة هذه اللقطات الحصرية لاجتماع شركة الكرة في النادي الأهلي مع الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وضع الخطوط العريضة وتفاصيل كتيرة جدا وبإذن الله خلال الأيام القادمة أول ما يكون فيه أخبار رسمية أو معلومات بإذن الله دائما من خلال شاشة قناة الأهلي هتعرفه كل الجديد وده أبرز خبر النهاردة بالنسبة لكرة القدم في النادي الأهلي طيب على الصعيد بقى الاستعدادات لاستئناف الدور العام والعودة لمبارايات الدور العام نهاردة بالتأكيد الفريق هيدخل معسكر مغلق الاستعدادة لمباراة تدجلة المباراة مهمة جدا يا جماعة أنت بتكلم فيه سلاس نقاط تبقى في صدارة الدوري وتركب الدوري بالمعنى المفهوم اللي احنا عارفينه لما الأهلي بيركب الدوري المنافسة بتبقى ازاي وعايز أقولكوا احنا خلاص دخلين في المراحل الحاسمة قبل الإسبوع التسعة وعشرين مهم جدا تكون في الصدارة فماتش أولا ماتش صعب جدا ثانيا بإذن الله نقدر نعمل مباراة كبيرة كل الظروف تكون مهيئة للعدالة في هذه المباراة قدامنا طبعا الجهاز الفني الكابتن سامي أمصان عدد من اللاعبين النهاردة والتر بوليا والحالة المعنوية اللي بيعيشها والتر بوليا في الفترة الحالية استعدادة للمرحلة القادمة أقولتلكوا قبل كده أي كلام على أي لعب في بعض المباريات بلاش نقوله كتير لأن ما تعرفش وانت بتختتم المسم من اللاعب اللي ممكن يضيف أو يكون إضافة كبيرة جدا في المراحل الحاسمة